يرى رجل الأعمال الجزائري جلال مهري أن هذا الخط سيساعد على تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة بشكل عام ومركب الغزالة الذهب بشكل خاص إن سيتيح للجزائريين المقيمين بفرنسا والدول الأوروبية القدوم للمركب السياحي والاستمتاع بعطلة نهاية السنة في الصحراء الجزائرية إلى ذلك يستعد مركب الغزالة الذهب لدخول خدمة الدفع الإلكتروني للأجانب والحجز الإلكتروني وهذا من أجل تسهيل عمليتي الحجز للسياح التفاصيل رصدها أحمد بطاف بسم الله الرحمن الرحيم أنت دواحد الجهود المبادرة قصد تسهيل تسهيل تأشير النحن من السياح والدعيني أشكر ترحبتكم هذا اليوم منسبة عظيمة يعني اليوم الخطوط الجوية الجزائرية حلت كما تعرف الخط بين الواد وباريس وهذا يعني اتتاح تاريخي يعني نحن يعتبر ويمكن يعني السياحيين اللي يأتيون من أوروبا يأتيون مباشرة من الواد وخاصة يعني المواطنين الجزائريين اللي عراهم معيشين في الخارج جزائريين أنت دواحدرو الجهود المذorton ter dalej وأناش pin Pandит en جزائريين القوة سياسي من الغرamic من السياح والدعيني وأناذا ما أستبرتز لأتتاح بطاف어야ب ��들이 لتسهيل التحبن لتطبل ان Marilyn ساو few Ariyal وباريس Makingج會 قصد تحبة سؤالBM يمكن ان يطلب سؤالم من الفيض المشاهد المترجمات للإعادة